موسيقى النشرة المحلية من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا والبداية من العناوين موسيقى محافظ اللاذقية يلتقي رئيس البعثة الدبلوماسية النمساوية بدمشق موسيقى زيادة ضلب واحد على مخصصات محافظة اللاذقية لصالح وسائط النقل موسيقى إعادة العمل في صومعة المتوقفة في مرفأ ترتوس من قبل المؤسسة السورية للحبوب موسيقى انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها وفرصة لهطول زخات مطرية موسيقى من العناوين إلى التفاصيل المشاهدين التقى محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال رئيس البعثة الدبلوماسية النمساوية بدمشق بيتر كرويس ويرافق كرويس وفد من فينا يزور عدة محافظات يطلع خلالها على وقع الحياة والصعوبات والتحديات في سوريا خلال هذه الفترة وتنول الحديث أثر الحرب والزلزال الذي حدث السنة الماضية والعقوبات القطاعية الاقتصادية المفروضة على سوريا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية حيث قدم المحافظة هلال شرحا عن أثرها السلبي على خطط إعادة البناء والأعمار والواقع الاقتصادي وأنعكاسه على الوضع الإنساني والاجتماعي ومتطلبات المواطنين المعيشية والحياتية والاحتياجات المتزايدة بعد الحرب وكارثة الزلزال من جهاته تحدث كرويس عن جهود تدعمها عدد من الدول الأوروبية ومنهم النمسا لبداية مناقشات عن موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا مع تغطية لجميع الجوانب ومنها الوضع الإنساني والسياسي والاقتصادي عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والصناعة والمحروقات الدكتور معلا إبراهيم زيادة طلب مازوت واحد على مخصصات محافظة اللاذقية وسيتم تخصيصه لدعم قطاع النقل العام الدكتور معلا إبراهيم قال بأن المحافظة كان لديها ثماني طلبات وأصبحت الآن تسع طلبات من المادة مقارنة مع الطلبات الماضية خلال الأيام السابقة وتفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور معلا إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحروقات الدكتور معلا مرحبا أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيك دكتور معلا لو سمحت يعني اليوم نحنا عم نشوف المعاناة الكبيرة للأهالي وكل الناس عم تسأل اليوم زاد طلب من مخصصات محافظة اللاذقية وهذا الطلب حول اليوم فقط لوصائة النقل نحكي عن هذا الموضوع لو سمحت إن شاء الله يعني هاي باشرة خير بتباويحكم إن شاء الله الهيام القادمة يكون تنتهي الأزمة مثل ما موعودين إن شاء الله قريبا قريبا طبعا مثل ما حكيتي في التمالة كان عنا 8 طلبات 3 صاروا 9 طبعا هذا الطلب مهم جدا يعني على غريلة نسبة التقليد راح تقل يعني كانت تقريبا 50 بالمية للحطوط الداخلي مثل ما حسبناها صارتنا 30 بالمية إن شاء الله الإيام القادمة والوعد إن شاء الله قريبا تنحلها الأزمة إن شاء الله دكتور نحنا عم نشوف كتير معاناة بالنسبة للناس للتنقل وفي كتير أناس قالت اليوم أنه في بطاقات تتوقفت سبب هذا الموضوع هذا خلل سنة مركزي ولحنا طبعا هلأ تمت المعالجة قبل ما نحكي مع بعض من ربع ساعات تمت المعالجة في معظم القطور طبعا ويتم التواصل طبعا بشكل لحظة مع عدارة جي بي اس في وزارة النفط لأن الموضوع كان مركزي وعنده طبعا وعن نقوم لحنا بجولات ميدانية أنا وزميلي الأستاذ دوريد في الأضمك التنفيذي مختص بالنقل لتقديم حلول سريعة بهذا الموضوع إن شاء الله إن شاء الله تكون ملموسة خلال الأيام هلأ نحنا من فترة شفنا اجتماع اليوم للجنة المحروقات وهو اجتماع استثنائي بطلب من السيد محافظة الذقية للاطلاع على الواقع بشكل عام سواء كان من قبل عداء المكاتب التنفيذية المختصة بهذا الموضوع اليوم هل هناك اجتماعات دورية للاطلاع على الواقع وخاصة معاناة المواطنين وهذا ما يشغل اليوم المعنيين لازم في المحافظة بتوجيه من السيد المحافظ الي احنا بشكل ساعي مجتمعي من شان حل هذه المشكلة طبعا من يوم طلع الشهر لم تل اجتماعنا بشكل استثنائي وقررنا التخفيض طبعا لحنا ما قررنا التخفيض لكونوا لازم نعمل التخفيض ولكن الكتلة المخصصة للمحافظة خلال أربع خمسة أيام خفضت أربع طلبات فلذلك كنا مشبورين والتخفيض ما بس عن نقل لكل قطاعات ومنها حيوي طبعا فلذلك طبعا لحنا القطاعات مستحيل انه نخفض فيها هي الأفرام والمشافي وما تبقى قمنا بالتخفيض تقريبا المتساوي على جميع القطاعات منها الحيوي من هالمياه من هالاتصالات منها كله صار فيه تخفيض بهذه النسب طبعا 30% لـ 50% شكرا كتير لك دكتور معلّة إبراهيم وإن شاء الله تتحسن الأمور بالأيام القادمة بما يعود بالنفع على المواطنة أخبركم حبار كويس وبترجع على المخصصات كما كانت عليه قبل التخفيض إن شاء الله شكرا كتير لك دكتور معلّة إبراهيم عضو المكتب التنفيذي قطاع تجارة داخلية وحماية المستهلك والصناعة والمحروقات شكرا لإلك شكرا بدأت المؤسسة السورية للحبوب عمليات تخزين الحبوب التجريبية في صومعة مرفأ ترتوس عبر تزويدها بالأقماح المستوردة بهدف وضعها بالخدمة في الوقت المحدد وبما يوفر الوقت والجهد والمال وأوضحت المؤسسة أن تشغيل الصومعة المتوقفة عن العمل منذ أربع سنوات يعتبر خطوة رائدة ونقلة نوعية في طبيعة العمل لتفريغ حمولة البواخر المحملة بالأقماح داخلها ومن ثم توزيعها على المطاحن بالمحافظات حيث يسهم وضعها بالخدمة في الإسراء بعملية التفريغ من البواخر وبالتالي يوفر على المؤسسة مبالغ كبيرة من البدلات المرفئية لكل طن تقوم بتفريغه وتخزينه مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تمت بخبورات وطنية انخفاض بدرجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ونشاط على سرعة الرياح تتجاوز سرعة الهبات أحياناً 70 كم في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية وهطولات مطرية على شكل زخات عشوائية تتمركز في الساحل مع استمرار فرص لهطول المطر في المنطقة الساحلية مع أجواء خريفية معتدلة بين الصحوة والغائمة جزئياً في أغلب المناطق اشتركوا في القناة هذه كانت نشرتنا مشاهدين من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة